مرحبا مواليد برش القوس معكن كارمي شماس كيف بد يكون شهر اكتوبر شهر اكتوبر 2020 شهر كتير حلو وهو هذا الشهر افضل من شهر سبتمبر اريح اريح بكتير فشهر اكتوبر شهر قد يحمل للكم الكثير من الاخبار الحلوة الكثير من الدعم لانه الشمس موجودة في بيت الدعم وبيت التأييد للكم في الجزء الاول من شهر اكتوبر تحديدا يعني من واحد لمساء 22 هيدي الفترة بعتبرها فترة مفيدة فترة بنائة فترة حلوة فترة منى رايقة فيها عجقة وفيها حركة والحركة هاي بده تكون كتير بنائة كتير بنائة الجزء التاني يلي هو من مساء 22 ل31 مساء 31 فترة فارغة من الحصوص فترة ركود فترة تأخير فترة فيها بلبلة لسيما في الايام الاقل حظا منها لذلك خليني ارجع اركز ونبلش بالجزء الاول يلي هو الجزء الاهم من واحد ل 22 يلي لازم ترتكزوا عليه تركزوا عليه وتشتغلوا شغلكم لمهم لسيما في الايام الاكثر حظا اذا بدكن اتبدعوا فترة كتير حلوة حتى الايام الاقل حظا فيها ماشي الحال لكن بعدو عنا رح اسكرون باخر الفيديو طبعا كوكب المريخ بعدو عم بيتنقل ببرشكن عفوا عم ببرش الحمل الصديق لالكن وبعدو عم بيعطيكن طاقة بعدو عم بيعطيكن قوة بعدو عم بيعطيكن نشاط في عنا كوكب كتير مهم هذا الشهر عم بيساعدكن ورح بيساعدكن كليا وهو كوكب الزهرة يلي عم بيتنقل ببرش العذراء رح حط هوني بوز وافتح حلالين وقول انه بشهر سبتمبر كنتوا تعبنين لانه الشمس كانت موجودة ببرش العذراء يلي تعبكن ويلي حملكن الكثير من المسئوليات بينما بشهر اكتوبر الزهرة فينس رح بيكون ببرش العذراء نفس الموقع لكن وجوده بهذا الموقع رح يحملكون نجاح شهرة طلّة حلوة جاذبية وارتقاء يعني بروغرس بالنسبة للكون وحتى مهمة جدا 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 رح سكر هون لهليلين اذا كوكب الزهرة عم بيتنقل ببرش العذراء كل الشهر تقريبا ورح يرفع من شأنكم ورح يجلب لكم فرص ثمينة البعض منكم قد ينجح بمسؤولية بياخد خبر ناطر خبر جواب من جامعة ناطر جواب شغل ناطر نتيجة مقدمه ناطر ايميل ناطر خبر بيفتحها بوجه انفراج مهني عم بيحكي على نطاق كبير فحتى البعض قد يتزوج او قد يارتبط اجتماعيا او اجتماعيا يعني بسوشالي مش عاطفيا ومهنيا في كونترا نجح نكون قوي نجح نكون حلو خاصة في الايام الاكثر حظا من واحد لاثنين وعشرين رائع اذا المريخ عم بيساعدكن فينس عم بتساعدكن المشتري وسحال وبلوتو عم بيساعدوكن نوعا ما ميركري كوكب عطارد موجود في برش العقرب يلي هو البرش البيس بق برشكن تأثيرات كوكب عطارد يمكن تأخر عنكن بعض القصص ويمكن تحملكم بعض البلبلي بعض التأخير او بعض التراجع او علامات استفهيم فبقكن تكونوا كتير حذرين لسيما في النصف التاني من تاريخ 14 ل 31 أكتوبر وتحديدا من 23 ل 31 أكتوبر اوكي في تواريخ فيكن ترجعوا تسمعوا الفيديو وتاخدوا نوت اذا لحد هلا مثل ما شايفين معي فترة كتير حلوة الجزء الاول من أكتوبر عنا امارين خلال هالفترة الأمر الأول هو فلمون في برش الحمل أمر بدر فلمون في برش الحمل البيت الخامس بيت الحب وبيت الإنجازات وبيت النشاطات وبيت الاكتمال الأمور والطموحات والأمور العاطفية الأولاد وكل إبداع معقولي كون من أهم الأقمار أطوار الأمر اللي هو القمر الفلمون هو هذا الأمر إن كان زواج إن كان حب إن كان اكتمال لقصة طبخة كنتو عم تطبخوها تستوي شو ما كان نوع على مختلف الأصعي دي هيدا حظ للكن حظ نوعية وقت حلوة كتير موالي برش القوس انتو محظوظين تحت تأثير هاته القمر تأثيراته أكتر شي بتكون حواليه كل شي والأمر موجود برش الحمل بتكون تابعوا الأبراج الأسبوعية بتكون تابعوا الأبراج اليومية أكيد لكن ما حدا بيقدر عليكن فترة ممتازة جدا أضف إلى ذلك إنه خلال فترة وجود الأمر اكتمال الأمر بتاريخ واحد في برش الحمل صديق للكن في عندي كوكب الزهرة بيأخذ درجات برش الأسد الصديق للكن أيضا الناري بعبده كم يوم وبيوصل بمسا تاريخ اثنين بترك برش الأسد بينتقل برش العذراء فهاليومين اللي حد الأمر برش الحمل بتولعوا أوكي الجزء التاني عفوا الأمر الجديد بتاريخ 16 يقع في برش الميزان يقع في برش الميزان أمر جديد عم تخلق صداقة علاقة أو انتماء روحية انتماء هذه مسألة كثير مهمة مرة واحدة بتصير بالسنة فتبقوا تذكروا وشوفوا شو اللي عم بيخلق شو هني الصدف اللي عم بتصير بهذاك التاريخ حوالي كل شي والأمر موجود برش الميزان شو عم بيصير وتابعوا تابعوا تطورات هالأمر هالياتورة تعرفتوا أحدا هالياتورة حبيتوا تدخلوا تعلنوا انتماء كون لشي هال تطورت هالقصة تابعوا فيها تكون تأييد لألكم يمكن جهة معينة تعلن دعم علنا لألكم الجزء التاني من شهر شهر أكتوبر من مساء 22 لمساء 31 الأمر ببرش العقرب وهي فترة تقيقة فترة فارغة من الحظوظ وفترة لازم تخلوها ل الريفجن لترجعوا تقروا تضبطوا لكن بتخطموا الشهر بالجزء الأول هاي نصيحتي لالكن رح يمروا يوم أو يومين حلوين بالجزء التاني فيكن تستفيدوا منه لكن بقية الأيام بتكون صعبة موالي برش القوس الأنشط بسبب تأثيرات كوكب المريخ هي موالي 8 إلى 18 ديسمبر لازمي من الأيام الأكثر حظا يلي رح نسمعه خلونا نشوف الأيام الأكثر حظا تاريخ 1 2 3 حتى الساعة 3 بعد ظهر توقيت العالمي تاريخ 11 12 perfect 19 20 more than perfect تاريخ 28 29 30 استفيدوا منه الأيام الأقل حظا تاريخ 6 7 8 حتى الساعة 4 بعد ظهر توقيت العالمي تاريخ 17 18 تاريخ 26 27 بدأت مني لكم شهر كتير حلو تابعوا المزيد من الأخبار والمعلومات في الأبراج اليومية والأسبوعية باي باي